مرحبا جميعا في هذا الفيديو سوف أذكر بعض المشاكل الشائعة التي يتعرض لها الجيل الخامس من سيارات تويوتا راف أربع رياضي رقم واحد تم استدعاء بعض اترازات 2019 و2020 في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب وجود خلل في مدخ الوقود ذات الضغط المنخفض الموجودة داخل خزان الوقود والذي يكون عردة للتوقف عن العمل فجأة عندما تتوقف مدخ الوقود عن العمل فإنها تتسبب في حال عدم بالتشغيل أو يمكن للمحرك التوقف أثناء القيادة بسبب نقص الوقود اجتملت عملية الإصلاح على استبدال مدخ الوقود المعيد بجزء محسن جديد إلى جانب المكونات ذات أصل الموضحة بالأرقام الحمراء في المركبات المتضرر رقم اثنان تم استدعاء بعض طرازات 2020 في الولايات المتحدة لأن عمود التوجيه في المركبات المعنية ربما يكون قد تعرض للتلف أثناء تجميع يمكن أن يؤثر ذلك على أداء الوسادة الهوائية للسائق عند انتفاخها يتألف الإصلاح من استبدال مجموعة عمود التوجيه المشبوهة في المركبات المتأثرة بعمود توجيه جديد رقم ثلاثة تم استدعاء بعض طرازات 2019 و2020 في الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لوجود خلل في كتلة المحرك لم يتم تصنيعه بشت صحيح ويمكن أن يتسبب في تسارب سائل التبريد داخل الأسطوانات تتسبب هذه المشكلة في خروج دخان أبيض من العادم والتباطل خشن والترد تحت تسارع بسبب اختلالات الأسطوان وفي الحالات القصوى يسخن المحرك اجتملت عملية الإصلاح على استبدال مجموعة المحرك المعيبة في المركبات المتضرر بمحرك جديد محسن رقم أربعة تم استدعاء بعض طرازات 2019 و2020 في الولايات المتحدة بسبب انخفاض أذرع التحكم التي ربما تم تصنيعها بمواد منتجة بشكل غير صحيح يمكن أن تتسبب هذه المشكلة في فصل أذرع التحكم السفلية مما يؤدي إلى فقدان التحكم في السيارة وزيادة خطر وقو حادث اجتمل الإصلاح على استبدال أذرع التحكم المشبوهة في المركبات المتضررة بأجزاء محسنة جديدة رقم خمسة تم استدعاء بعض طرازات 2019 و2020 في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المسمار الذي يربط الغطاء بمعدات توجيه الطاق الكهربائي التي ربما لم يتم تثبيتها أو شدها بشد صحيح يمكن أن يسمح المسمار المفكوك أو المفقود بدخول الماء ويتسبب بمرور الوقت في إطلاف جهاز التوجيه مما يؤدي إلى فقدان مساعد توجيه المعززي اجتمل الإصلاح على استبدال معدات التوجيه في المركبات المتضرر بمجموعة جديدة من معدات التوجيه رقم ستة الترس التفاضلي الخلفي في بعض طرز 2019 و2020 عرض للخللي مما يتسبب في استمرار تشغيل ضوء تحذير الدفع الربعي مع رمز مشكلة التشخيص C13-800 نقطة لتصحيح هذه المشكلة في معظم الحالات من الضروري استبدال مجموعة تفاضل لخلفي بالكامل وإعادة برمجة وحدة التحكمة لإلكترى ونيذات إلى دفع الربيعي رقم سبعة يتعرض مرحل الإشعال في بعض موديلات 2019 و2020 الهجين للخللي أثناء تطع شديد البرودة مما يتسبب في مواجهة السيارة لحالة من الصابة التشغيل مصحوبة بمصباح تحذير النظام الهجين قيد التشغيل في حال وجود رموز مشكلة التشخيص U11-087 و U29-387 فمن الضروري استبدال المرحل المعيد بمرحل محسن جديد هذه هي بعض المشاكل الشائعة التي يتعرض لها الجيل الخامس من سيارات تيوتا رافن أربع رياضي ترجمة نانسي قنقر